اه زياري زياري. دي زينة هتسألك. يمكن تجاوبها? هي بسأمت. هتفضلي. بيطلع لك الكومنت بتاعنا? اه اه بيطلع زياري. ممكن سؤال كتبت. كتبت ممكن سؤال. ماشي ممكن تفضلي? اه بدا تسألك. هم هم. الكورتيكوستيرويد? تفاهميني اكتر مش فاهمين انت انت بتكلم عن الكورتيكوستيرويد ولا تتكلم عن ايه? الصلاح الحربي هلا والله. نورت لايف. ده بوقي قراءة بتركيا. بصي طيب بصي انا اه تمام انا هتكلمك دلوقتي انا هتكلم معك بشكل اساس عن الكورتيكوستيرويد ده سؤالك صح كده ولا انت عايزة تسألي حاجة معين? يعني ما يعني انت داري تقولي ما هو الكورتيكوستيرويد وكيف يؤثر على الجسم الجسم الانسان يعني صح كده ده سؤال مثلا? صح صح. اه. بص الكورتيكوستيرويدات او بنسمع الاستيرويد. يعني. بنقدر نقول دي نوع من من الادوية المضادة للالتهابات. دي نوع من الادوية المضادة للالتهابات بتستخدم لعلاج الامراض اه اه الامراض مثلا زي التهابات المفاصل والزئبة والتهابات الاوعية. اه اه بتضم الكورتيكوستيرويد ديت الكورتيزونات وحاجة اسمها البريديد يعني ونوعه كان كده معاه المهم ده بشكل مختصر مسلا لو قلنا مسلا كتعريف بسيط كورتيكوسترويد ديت بتبقى آآ ادوية مصنعة بتشبه الكورتيزول ادوية مصنعة بتشبه الكورتيزول ده هورمون بيفرز طبيعين اصلا من الغدد من الغدد آآ الغدد الكذرية بتاعتنا آآ بيسمى ده بشكل كده آآ مختصر بعد ان وقع الاسترويدات مسلا نقدر نقول الكورتيزونات بتستخدم عشان لتهابات مختلفة في الجسم يعني. انا مش يعني وين? مش فاهم ممكن توضحي بس انت انا دلوقتي انا بتكلم دلوقتي عن يعني السترويدز يعني انت دلوقتي تتكلم عن ايه مش فاهم. اه وين ايه بالزبط? الاسترويدز او الهورمون الكورتيزول ولا اصدق الغدده القذرية? الغدده القذرية ديت او بنسمها الغدده الفوق، الغدده القذرية اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الغدد الصماء دومت بيعني نقدر نقول عليه ان هي يعني بتفرز عدد من الهرمونات مثلا زي الادرينالين والسترويدز والكورتيزون. الغدد الفوكالوية ديت نقدر نقول عليها ايه? كل واحدة منها لها قشرة خارجية بتنتج الهرمونات السيترويدية دي.